دعى وزير الخارجية الإسرائيلية إير لابيت إلى رد قاس على الهجوم على السفينة التي تشغلها شركة إسرائيلية قبل تسواحل سلطنة عمان والذي أودى بحياة بريطاني وروماني من أفراد الطاقة وخلال اتصال مع وزير الخارجية البريطاني دوميني كراب قال لابيت أن إيران ليست مشكلة لإسرائيل فحسب مضيفا أن تهران تصدر الإرهاب الذي يضر العالم بأكمله نقل موقع والا الإسرائيلي عن مصادر قولها أن تل أبيب تبحث الرد على الاستهداف الإيراني لسفينتها وضافت المصادر أن إسرائيل لم تحدد بعد توقيت أو كيفية الرد وجاء ذلك عقب اجتماع بين وزير الدفاع بني جانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي لبحث خلفية الحادث في المقابل قالت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم جاء ردا على هجوم سابق لإسرائيل على مطار الضبعة في سوريا إلى ذلك أعلن الأسطول الخامس في الجيش الأمريكي أن المؤشرات الأولية تشير بوضوح إلى أن الهجوم تسببت به طائرة مسيرة ولم يوضح بيان الجيش الأمريكي كيفية تحديده أن طائرة بدون طيار تسببت فيها الضرر على الرغم من أن خبراء المتفجرات أكدوا أنهم وجدوا دليلا مرئيا واضحا على وقوع الهجوم بهذه الطريقة ولفت إلى أن سفون البحرية الأمريكية رافقت نقلة نفط التي صعد أفراد أمريكيون على متنها لتقديم المساعدة حرب خفية بين إسرائيل وإيران تطفو إلى السطح من وقت لآخر بعض تطفو بعض ملامحها وتشمل سحتها هجمة جوية وعمليات نوعية ومخابرتية بجانب استهدافات في عرض البحر فما أبرز محطتها في البر والبحر والجو حرب ظل إقليمية بين إسرائيل وإيران ارتفعت حدتها منذ العقد الماضي فمع اندلاع الأزمة السورية عام 2011 نفذت إسرائيل العديد من الغارات الجوية داخل سوريا في محاولة لإحباط ما تصفه بالترسخ العسكري الإيراني وحظر شحنات الأسلحة الإيرانية لحزب الله اللبنانية وباتت الضربات الإسرائيلية أهم ملامح الموقف الإسرائيلي من الوجود الإيراني في سوريا لترد الجماعات الإيرانية بشن هجوم صاروخي على قواعد عسكرية إسرائيلية في مرتفعات الجولان ما استدعى ردا إسرائيليا عنيفا حرب غير معلنة بين إسرائيل وإيران توسعت جبهتها لتشمل البحار واحتدمت كما تقول صحيفة هولي ستريت جورنال في عام 2019 مع استهداف إسرائيل لثلاث ناقلات نفط إيرانية خلال هذا العام وحده وفي العمق الإيراني كان المساد حاضرا حيث اتهمت إيران تل أبيب باغتيال أكبر عالم نووي إيراني محسن فغرزادة في كمين نفذته مجموعة مسلحة استهدفت موكبه بالقرب من طهران غيرت إسرائيل استراتيجيتها ورفعت مستوى هجماتها وعملياتها لتنفذ في عام 2021 خمسمائة ضربة صاروخية أبطأت التمدد الإيراني في سوريا ولم يكن البرنامج النووي الإيراني بمنأة عن الصراع الخفي المتزايد حيث اتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل بتنفيذ عملية تخريبية في وحدة الطاقة داخل مفاعل ناتنز المنشأة الرئيسية في برنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد وفي 22 يوليو أعلنت سوريا أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم إسرائيلية استهدف مطار الضبع العسكري في ريف حمص الغربية وسط تقارير عن وجود عناصر إيرانية بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر